كشف مسؤول أمريكي للحدث عن انتهاء التوتر بين إيران وإسرائيل برضى كافة الأطراف موضحا أن طهران تعمدت عدم التصعيد في ردها المدروس على إسرائيل وفق تعبيره المسؤول الأمريكي وإذا اعتبر أن إيران قصدت عبر ردها عدم الصمت على قصف قنصليتها في دمشق قال إنها تحدثت مسبقا عن ذلك الرد كاشفا أن الاستطلاع الأمريكي فوق الأجواء الإيرانية وفر معلومات كثيرة قبل إطلاق المسيرات التي وصفها بالبطيئة نحو إسرائيل فضمن خاص الحدث تابعنا من واشنطن قراءة أمريكية حول الرد الإيراني الأخير ولربما انتهت جولة التصعيد الأخيرة والمباشرة بين إيران وإسرائيل لكن الصراع لم ينتهي بعد نحو أسبوعين من استهداف إيران المباشر ومن عمق أراضيها إسرائيل بصواريخ ومسيرات يقول مسؤول أمريكي للحدث إن المسألة تنتهت برضى جميع الأطراف عما جرى فبحسب المسؤول الأمريكي قالت إيران لأنصارها إنها قوية ولم تسكت على استهداف سفرتها في دمشق وإسرائيل بدورها أثبتت أنها قادرة على إحباط الهجوم بل وشن المزيد من الضربات وفق مسؤولين أمريكيين آخرين في حديثا للحدث فإن إيران قصدت عدم التصعيد وأن ما قمت به هو رد مدروس وساهمت طهران نفسها في إحباط الهجوم الذي شنته هي حين أقصحت عنه وأطلقت مسيرات تحتاج وقتا طويلا لبلوغ هدفها وأفقدت بذلك عنصر المفاجأة لكن مسؤولا أمريكيا آخر صرح للحدث بأن الهجوم الإيراني كان جديا لإرساء قاعدة الهجوم والرد على الهجوم مؤكدا أن إيران ستبقى عاملا يثير للترابات في المنطقة كما يتخوف مسؤولنا في الإدارة الأمريكية من السيناريو الأسوأ في حال إطلاق إيران الصواريخ الباليستية أولا وبدون سابق تحذير أو إنذار على خلاف ما جرى في الهجوم الصاروخي الأخير كما حذر مسؤول أمريكي آخر من أن الصواريخ الإيرانية من الممكن أن تكون أسرع وأكثر قدرة على التخفي وقادر على خرق منظومات الاستطلاع مستقبلا وهو ما دفع الإدارة الأمريكية للعمل مع الدول في المنطقة على وضع بناء دفاعية أكثر تطورا استعدادا لمواجهة الخطر الإيراني بحسب تصريحة مسؤول في الإدارة الأمريكية للحدث ترجمة نانسي قنقر الحدث من واشنطن مساء الخير لك بيير فعليا كيف تنظر المصادر وكذلك أيضا النظرة الرسمية الأمريكية للسلوك الإيراني والاستراتيجية العسكرية التي اعتمادتها إيران بردها على الهجوم على قنصلياتها أولا يعتبر الأمريكيون أن برنامج الصواريخ الإيراني هو برنامج خطير وهو برنامج متصاعد وسوف يكون أخطر في المستقبل هذا هو الدرس الأساسي الذي نتعلمه ويتحدث عنه المسؤول الأمريكيون الآن ما يريده الأمريكيون هو أولا أن تبقى الولايات المتحدة الأمريكية مع شركائها في منطقة الشرق الأوسط وعينهم على هذا الخطر المتطور والمحدق وأن تطور الولايات المتحدة الأمريكية مع باقي الدول التي تعمل معها في القيادة المركزية لمواجهة هذه المخاطر بعد أسبوع بعد سنة أو بعد عشر سنوات لأن هذا الخطر الإيراني ونعني هنا بشكل خاص الصاروخي والمسيرات هو خطر موجود لن يذهب إلى أي مكان وعلى الولايات المتحدة الأمريكية مع شركائها أن تضع بناء عسكرية وسياسية متناسقة لمواجهة هذه المخاطر التي سوف تصبح أكبر وأكبر مع الوقت طيب يعني بيير ما تبحثه الآن الولايات المتحدة بحسب المصادر أكيد والمعطيات الموجودة حتى الساعة لمواجهة إيران وأسلحة إيران هو فقط تعزيز القدرات بالمنطقة وليس محاولات الضغط على إيران أو ذهاب إلى حديث ما معها نبدأ أولا بموضوع الضغطات على إيران ربما نشهد خلال الأسابيع المقبلة تصرفات أكثر من قبل الأمريكيين وأيضا الأوروبيين والدول الصناعية في محاولة لاحتواء وأيضا للضغط على إيران وهذا هي مسألة مهمة جدا بالنسبة للأمريكيين وبيان الدول الصناعية بهذا الشأن كان واضحا كبداية ولكن يجب أن نرى تطبيقات لهذه الضغطات خلال الأسبوع والأشهر المقبلة أما بالنسبة للموضوع العسكري فإن الأمريكيين يتحدثون عن زيادة في العتاد لدى الدول في المنطقة وعند زيادة في التدريب لدى القوات المنتشرة في هذه المنطقة لتصبح أكثر جاهزية مع الوقت لمواجهة المخاطر المتطورة من قبل الإيرانيين هذا ليس عملا سوف يحدث خلال ليلة وضحاها إنما ما يجب أن يحدث هو أن تكون هناك إرادة سياسية أولا لدى الدول في هذه المنطقة لتطوير قدراتها في العتاد وفي الجيوش لتحسين هذه القدرات وبالتالي أن تكون على قدر التحدي خلال خمس سنوات أو عشر سنوات شكرا جزيلا لك بيرغان مراسل الحدث من واشنطن على كل هذه الإضاحات أيضا نناقش هذه المعطيات والمعلومات الخاصة للحدث مع ضيفنا من واشنطن الجنرال مارك كيمت مساعد وزير الخارجية الأمريكية الأسبق لشؤون العسكرية والسياسية مساء الخير لك جنرال مارك أهلا بك معنا في الأخبار الليلة دائما أبدأ مع حضرتك مما قاله زميلنا بير يقول أنه اليوم في قلق أمريكي من الصواريخ الإيرانية حتى لو أنه بهذا الهجوم الذي حصل كان فيه انذارات كثيرة وتم أحباط الهجوم الصاروخي ولكن القلق موجود إذا ترى الولايات المتحدة أن المشروع الصاروخي الإيراني خطير إلى هذا الحد ما الإجراءات التي كان يجب ويجب الآن أن تقوم بها للتصدي لهكذا خطر أولا وقبل كل شيء أعتقد أنه من الضرورة أن نفهم ما قاله بير وهو محق تماما هناك جزئيتان في سؤالك هناك البرنامج النووي الذي يتم من خلاله السعي لتطوير الرأس النووي ومن ثم البرنامج الصواريخ الذي يتم من خلاله وضع الرأس النووي وهذان أمران مختلفان دعونا نتحدث عن برنامج الصواريخ وهو برنامج متطور تم اختباره قبل بضعة أسابيع في مواجهة الإسرائيليين لكن قوات الدفاع الجوي الإسرائيلية استطاعت أن تعترض ذلك الخطر لكن كما قلتم في تقريركم هناك احتمال لإستخدام الصواريخ الباليستية إن وجهة نظر الولايات المتحدة تتجه إلى مسألة تعزيز قدرات إسرائيل للدفاع عن نفسها من هجوم واسع النطاق بمجرد حدوث ذلك رغم أن هذا الأمر قد لا يكون جاهزاً خاصة في ظل عدد تلك الصواريخ ويمكن تحسيل نوعيتها وبالرغم مما تقوله واشنطن في الفترة الحالية هناك حالة مسترخية بالنسبة لهذا الوضع لأن إسرائيل يبدو بأنها مساعدة لأي هجوم يقع اليوم أو في الأسبوع الماضي أو ما بعد ذلك الموضوع أصلاً الصواريخ وخاصة الصواريخ الباليستية كما ذكرت حضرتها كانت نقطة خلافية كبيرة بعد الاتفاق النووي الإيراني أنه هي نقطة لم تناقش من جانب الأمريكيين ولا بشكل ولا بآخر اليوم نتحدث عن خطر فعلي من هذه الصواريخ هل أمريكا تنوي أي حديث سياسي خاصة نحن أمام انتخابات ولكن إذا ما عادت فعلاً إدارة ديمقراطية أو حتى إدارة جمهورية حديث فعلي اليوم مع إيران حول الأسلحة الأخرى وليس فقط الأسلحة النووية التي لديها أو سيتم فقط التعاطي مع ذلك عسكرياً على الأرض من ناحية تعزيز القدرات لا أكثر العناصر الثلاثة التي لطالما فوضتها الولايات المتحدة مع إيران هي البرنامج النووي ثانياً برنامج الصواريخ ثالثاً الأنشطة الخبيثة التي يتم شنها من قبل الحرس التوري الإيراني في إنحاء المنطقة إدارة الرئيس بايدن قد فعلت ما بوسعها من أجل العودة إلى خطة العمل الشامل المشتركة وكانت لم تحظى بالنجاح إلى حد ما وخاصة فيما يخص برنامج الصواريخ وبرنامج الحرس التوري الإيراني لكنني أتفق معك في الرأي بأنه إذا ما تم إعادة انتخاب ديمقراطيين سوف تتجدد الجهود من أجل التفاوض مع إيران لكن إذا ما عاد ترامب فمن غير المرجح بأنه سوف يحاول العودة إلى أي ترتيبات تفاوضية طيب اليوم فعلياً يعني ما هي التقييمات الأمريكية لما حصل بالمنطقة سواء الرد الإيراني أو الرد على الرد الإسرائيلي الطرفان قالوا بشكل رسمي أو غير رسمي أنه لم يكن الهدف التصعيد بالمنطقة ولكن كان الهدف إظهار أن هناك قدرة على الرد ولكن بالنسبة لأمريكا بأي مرحلة تقف المنطقة الآن من ناحية المواجهة العسكرية أو مستوى المواجهة العسكرية التي يمكن أن تقوم بين إسرائيل وإيران بكل صراحة أعتقد أن الخطر لا يكمن بين إيران وإسرائيل ما لم تمتلك إيران سلاحاً نووي وسوف تقوم باستخدامه ضد إسرائيل ولكن من المرجح أن المخاوف التي تمتلك الولايات المتحدة إذا ما عملت إيران عبر وكلائها على تحسين ما فعلته إيران في سياق هجماته على إسرائيل وهنا نشير إلى حزب الله الذي لديه المسافة الأقصر مع إسرائيل بالمقارنة للصواريخ التي تسارق خمسة ساعات لإطلاقها على إسرائيل ولعله قد يكون له قدرة التغلغل إلى أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية المخاوف الكبرى تتمثل بحزب الله وإذا ما قامت إيران بمحاولة استخدام حزب الله لشن عمليات شن صواريخ واسعة للطاقة ضد إسرائيل وهذا فقد يدخلنا بحرب أقليمية ولكن لم يكن هناك سياسة أمريكية واضحة بالتعاطي مع أذرع إيران العسكرية طوال هذه السنوات الماضية لا مع حزب الله ولا مع الحوثيين ولا مع الميليشيا الداخل سوريا هل هذا يعني أنه اليوم تغيرت النظرة إلى هذا الموضوع وكيف تغيرت فعليا أولا أنا لا أتفق معك في عملية حارس الإزدهار في منطقة البحر الأحمر كانت جزءا من برنامج حماية الملاحة الدولية نتيجة لهجمات الحوثيين على السخن والولايات المتحدة كانت قد أرسلت حاملة طائرات وحاملات صواريخ عبر المنطقة المطلعة على لبنان من أجل الردع وعدم اندلاع حرب واسعة ونعلم أن وكلايا إيران في المنطقة موجودون وهناك جهود مستمرة من الولايات المتحدة وشركائها لمواجهتهم ورأينا بعد السابع من أكتوبر أن حالات كثيرة اختارت الولايات المتحدة أن تستهدف بعض قادة الميليشيات في العراق لذا الولايات المتحدة لا تزال منخرطة في الكامل ولديها سياسة وفلسفة واضحة إزاء أعدائها كان سؤالي حول سياسة أمريكا في التعاطي مع أذرع إيران ما قبل السبع من أكتوبر رأينا التحرك الذي حصل من بعد السبع من أكتوبر من جانب أمريكا ولكن طوال السنوات التي سبقت هذا الهجوم لم تكن واضحة على الأقل بالنسبة لمن هم في المنطقة مثلنا سياسة أمريكا في التعاطي مع أذرع إيران العسكرية هل كان هناك أصلا سياسة أمريكية لتعاطي معهم؟ مجددا لا أتفق معك في الرأي السياسة الأمريكية ضد الوكلاء في المنطقة تعني إذا ما تم قتل أمريكي فسوف نرد وهذا أدى إلى قتل قاسم سليماني وأدى إلى قتل مجموعة أخرى من زعماء الحشد الشعبي وهناك بعض العمليات السرية التي لا يمكن البوح بها لكن هناك سياسة واضحة والخط الأحمر إذا ما قتلتم أمريكي فسوف يكون هناك رد شكرا لك ضيفنا من واشنطن الجنرال مارك كيميت مساعد وزير الخارجية الأمريكية الأسبق لشؤون العسكرية والسياسية شكرا لك